لما بنتحرك سواء خارج المنزل في الأيام المشمسة والحمد لله مصر جواه حلوة يعني إحنا عندنا بيبقى أيام كتيرة قوي في الشتاء شمس وهوا حلو فلو قدر الشخص إن هو يواظب على رياضة المشي حتى لو قدام البيت شوي بالضبط يعني لو هو مش عندوش أعمال ممكن يبقى قدام بيت شوي بالضبط مشى مع حد من الأسرة في حدود من 20 ل 30 دقيقة يروح يجيب البقالة ويجي يعني أو يجيب الفلس الصبح ويجي أحد الوسائل إن هو يبقى فيه نشاط بدني يعني يقوم برضو بدور شوي في البيت بالضبط حتى لو مش قادر يخرج في جو قارس أو ممطر أو شيء من هذا القبيل يعمل أعمال منزلية في المنزل يحاول يتحرك حتى الأطفال اللي بيلعبوا في فيديو جيم أو كده لأسوأ الظروف خالص يحاول يلعبوا الألعاب الحرقية اللي هي بيتحركوا بيها النشاط البدني بيزود حساسية الأنسجة للإنسولين سواء الخارجي أو الرباني وبعد أنت بالتالي لازم تصاص أسرع أسرع بصبت مظبوط الحاجة التانية النشاط البدني دوت بيحرق السكر مظبوط الحاجة التانية بيحافظ على الزهن نشط وحاضر والمزاج صح والمزاج مع معتدل يعني بزبط أصلا المزاج المتعكر ده أو المعتل خطر جدا على السكر جدا وبالتالي إنت لما بتتحرج وبتعمل حاجة بزبط وبتمارس وبتعمل نغش وبتاع برضو بيغير بتحسن المود شوية حقيقي يا أستاذ حد والمود ده مهم جدا إذن الحركة مهمة المود مهم اللي يقدر يتحرك تحت شوية ينزل تحت مشوار صغير ماشي اللي ما يقدرش يتحرك جوه البيت بس أنا توقف عند حتة المود هو مرتبط بالتغيرات المناخية اضطرابات وجدانية مناخية أو موسمية اسمها بالسيزونال أفكشن دس أردر أو بالانجليزي ساد اس اي دي فمن اسمها هي تعقرات مزاجية بتحصل في أواخر الخريف وبتستمر طول الشتاء بيبقى فيها إجهاد اكتئاب عزلة إجهاد نفسي بالضبط لأنه هو كمان اللون الرمادي اللي مصحب للشتاء بضبط بيديك الإحساس ده شوية بالكآبة في ناس طبعا حبيتك بالشتاء فطبعا دولت يعني لهم يعني ويريد برضو أماك دي وأنه بتسمعني فيروس في الحتة دي لأنها مهمة طبعا الفكرة إيه إن الشتاء مود بيدي مود سلبي ربما عند البعض وده بيؤثر على السكر عن طريق زيادة هرمونات التوتر اللي لسه متكلمين عليها وما ينفعش نستسلم لي لأنه ضاعواك بوخيمة جدا فلازم الشخص ده يتكلم مع العائلة يتكلم مع الأصدقاء يحرص على الخروج مايفضلش قاعد في البيت زي ما حضرتك قلت يتلكك لأي مشوار ينزل يجيب الطلبات وهذه الأشياء عظيم نروح بقى للأكل دلوقتي هو كمان الشتاء طبعا يعني طبعا إحنا قضيتنا في الشتاء نهي من أكويس بالزبط بيأكله وبعدين كمان مأكلات الشتاء دا سمع يعني من أول العادس للبصارة لحد بقى الحاجات اللي هي المشويات والمقليات وحاجات زي كده وبعدين كمان الشبسيات والفشار ما انت قاعد يعني هو انت قاعد وانت بتطحن على طول يعني لفكرة الماكنة شغالة يعني بالزبط بس هو القاعدة في الأكل والبطاطا البطاطا أفضل من البطاطس إيه أفضل من البطاطس البطاطا المشوية أفضل من البطاطس ماذا معنى نوضي بطاطا دا حتى بيسموا البطاطا بطاطا البطاطس بطاطا بص حضرتك وفي فرق بين البطاطا فيه نوع بطاطا الحلوة والعادية الحلوة دي اللي بيبقى من جوة لونها بورتقالي دي لما بتتشوي وتتساب بردة لها حاجة اسمه المعامل الجليسيمي بتاعها ده بيبقى منخفض عن البطاطس المحمرة في الزيت والأقل منه البطاطس المسلوقة أعلى حاجة خالص مضرة هي البطاطس المحمرة في الزيت يعني دي مريض السكر يبدعنا شوية المحمرة في الزيت لكن يأكل المشوي والمسلوقة والمسلوقة بالضبط بعد ما يبردوا بعد ما تبقى بردة شوية بعد ما تبرد تبرد شوية هيقلل ارتفاع السكر عنده ده كلام مهم قوي يعني إذا مريض السكر عنده البطاطس البطاطا مش شوية ومسلوقة وبردة بالضبط وبرده مش بكميات مفتوحة يعني بكميات معتدلة على قد نفسه يعني بالضبط كده لكن أكيد ده هيكون أفضل بكتير من أنه هو هيأكل حاجات زي الدونتس والمعجنات الحاجات اللي من بره الحلويات الشرقية الغربية لأ دي حتعلي سكره فعلاً وحتأزيه ممكن نستعود عنها بالفاكهة مثلاً كحاجة تدي كالوريز وسعرات حرارية وتدي دفع في بعض الفواكه الشتاة زي برطوال التفاح أقلهم كويس في رفع السكر الفراولة الكيوي البرتقال الجوافة الموز يمكن أعلى شوية منهم الموز الموز أعلى شوية في ارتفاع السكر يعني بالترتيب كده المريض السكر ده قدوم مجموعة فواكه بالضبط يشتري إيه الجوافة الجوافة كوي فراولة برطوال ثم موز الموز السادس أه والبرتقال الخامس والأساس تفاح تفاح أخضر أو أحمر أخضر كمان أحسن الأخضر أحمر أحسن أحسن في مضادات أجسادة أعلى أعلى والجوافة كويسة والجوافة كويسة والفراولة والكيوي رغم أن الفراولة تدي إحساس أنها مع السلة فتخوف ما بتعليش السكر قوي كويسة والكيوي كير فاكهة الصيف لهم الستة دول بس بالترتيب كده يعني أنا لو أنا قدام الفاكهاني هشتري تفاح بالضبط ولو أنا ما عنديش قدرة مالية هشتري تفاح هشتري هشتري فراولة فراولة أو جوافة أو جوافة بالضبط كده أو برطقال أو برطقال وأخيرا من الموز الموز يبقى موجود ما نقطرش منه يعني يكفي يكفي سبعين في اليوم لمريض السكر مش أكتر من كده والبرطقال في اليوم في حدود واحدة أو اتنين واحدة أو اتنين كويس التفاح ولما يبقى طبعا ناكله قصمرة أفضل منها عصير لأ ما أنا بتكلم على الصمرة هلو بتكلم على فاكه التفاح برضو ممكن اتنين في اليوم كويس والموز اتنين في اليوم ممكن ما هو واحد الضهر واحد بالليل بحيه لأن البعض بيفضلوا بالليل بيعتبروا أنه هو فيه شكرا